ظل ذلك السوري يراقب البنايات القديمة في دمشق وحينما حانت له فرصة دخولها لم يتردد لحظة في الحصول على جميع ما وصلت إليه يداه من أسرار أخذها وقرر التوجه بها إلى دولة خليجية وهناك أتاحت له كنوز الخزائن التي نالها من بلاده الوصول إلى مرادئ فماذا فعل ذلك المهندس بكنوز بلاده؟ وهل مهدت له تلك الدولة الخليجية صفقة مع الولايات المتحدة الأمريكية؟ كان يدرس في جامعة دمشق ويظهر أمام زملائه شاباً بسيطاً في هندامه متواضعاً في أسلوبه عامل الطلاب زميلهم معاملة عادية فهو شأنه شأنهم يريد الحصول على شهادته في تخصص الهندسة لكنهم لم يتخيلوا يوماً أنه سيقدم على هذا الاختراع بعد مغادرة سوريا إلى الخارج إنه المهندس المعماري السوري إيهاب الحريري اقتضت دراسة الحريري لتخصص الهندسة المعمارية دخول بنايات دمشق القديمة والوقوف على أسرارها للحصول على خبايا تلك البنايات وأسرار أجوائها في الصيف والشتاء لكن دخول الحريري إلى تلك البنايات كان له هدف آخر أدرك السوريون حقيقته لاحقاً أنضى الحريري سنوات دراسته بين الجامعة وبين البنايات القديمة يجمع كافة المعلومات عنها بدقة عالية وما إن أنهى دراسته في الجامعة حتى تبين لزملائه أسباب تفتيشه تلك المنازل التي حمل أسرارها إلى مدينة دبي في الإمارات وفي أول مقابلة مع مسؤولي الشركة التي قرر الحريري العمل بها حدثت المساجعة تبينت اللجنة المكلفة باستقبال الشاب السوري أن لديه رؤية متفردة بشأن الحياة داخل كابسولات المستقبل صحيح أن الحريري لم يفصح أمام اللجنة بأسرار اختراعاته كاملة لأنه يدرك تماما أن أية معلومة ستسرب من الممكن أن ينسبها أحد المختصين إلى نفسه ويضيع منه جهد السنوات في تتبع كنوز البنايات السورية القديمة سافر إيها بالحريري إلى الولايات المتحدة الأمريكية للعمل وبعد وصوله إلى هناك كان قد توصل إلى رؤية كاملة بشأن تصميم البنايات القديمة والحديثة على السواء وقرر الخروج بفكرات مختلفة تماما لخدمة البشرية في المستقبل تلك الفكرة التي جعلت إيهاب لسم الأولى في عنوين وسائل الإعلام الأمريكية فماذا اخترع إيهاب؟ يبدو ذلك الاختراع العجيب جسما مثبتا على الأرض وهو محمول تماما على عمود يشبه سيقان الأشجار أما الكابسولة التي يحملها فهي محاطة بسبع أذرع كل ذراع منها يتحمل لوحات شمسية مصممة بطريقة إبداعية ربما يظن من يرى ذلك الاختراع للمرة الأولى إنه مجسم فني لزهرة كبيرة لكن الحقيقة أن الاختراع هو منزل نعم منزل نعم إنه منزل المستقبل الذي يطلق عليه المخترع السوري مصطلح الكابسولة الجبلية هو بالفعل منزل محمول لا تتعدم ساحته ستين مترا لكنه يوفر لساكنه رفاهية لا توفرها له المباني الحديثة فبالإضافة للمنظر الجمالي الخلاب يوفر المنزل الجديد احتياجات سكانه من المرافق مجانا من طاقة كهربائية مجانية من الشمس ومياه أنطار تجهز للاستخدام هكذا أبهر الحريري زملائه الأمريكيين وأصبح حديث وسائل الإعلام في الولايات المتحدة الأمريكية ترجمة نانسي قنقر